بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم راديو توليزيون اليمارات العربية المتحدة من عجبان يسعدني أن ألتقي بكم لهذا اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من رابع الآخر لعام 1434 جرية السادس من مارس لعام 2013 والرابع والناس ومن الآن وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر إن شاء الله نتواصل معكم خلال هذا البرنامج 600551610 أو من خلال رسائل النصي القصير على 7009 على الشبكتين اتصالات ودوه ورقب الفاكسور 67464 333 ونروح بكل مشاركاتكم يا أهلا وسهلا فيكم ونتواصل إن شاء الله دائما على الخير وعلى المحبة نتواصل وعزو بالأهني هاجر عبد الرحمن أتصبح عليكم الخير وعلي عبد العزيز مخرج ومنفذ هذا البرنامج نتمنى لكم قضاء وقات سعيدة ومتع إن شاء الله وخلال ما يقدم شبكة راديو تليزيون اليمارات العربية المتعيدة من عجبان وبخلال ما يقدم من هذا البرنامج نتواصل معكم مستمعين الكرام وأخبارنا المحلية حيث أكد سيد صاحب سمو الشيء محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيسي مجلس المزرع حاكم دبي عفظ الله ورعا أن الاستثمار في قطاع التعليم يعتبر الأفضل والأجدى كونه يلامس حاجات الشباب في التعليم وبناء المستقبل القائم على العلم والمعرفة والابتكار في عدة مجالات ما ينعكس على مجتمعاتنا ودولنا بالخير والتقدم الاقتصادي والثقافي والعلمي وغيرها من القطاعات ذات الصلة ودعا سمو خلال زيارة التفاقدية لمعرفة التعليم الذي يستضيف مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة يام يرافقه معالي حميد بن محمد بن عبيد القطامي وزير تربية والتعليم وأصحاب المعالي الوزراء وزراء التربية والتعليم بدون مجلس تعاون لدون الخليج العربية طبعا الشباب خاصة طلبت المدارس والمعاهد والجامعات للتعلم والتبصر في كل ما هو جديد وأنافع لمسيراتهم ومستقبلهم متمنين لهم التوفيق في حياتي مدراسية وخدمة أوطانهم أيضا أكد سيدي صعب بسمه الشيخ حميد براشد النعم يعوض المجلس للعالاتحاد حق مرة عجمان حفظ الله ورعاه أن الاحتفال بيوم العلم يتجدد كل عام في عجمان حتى صارت هذه الامارة المسوة بحلة العلم وبأهلها الطيبين عنوانا لكل طالب معرفة وحاضنة لطالبي العلم ومريديه أيضا الفريق أول سبو الشيخ محمد بن زايد على الهيان وليعد أبوظي بنائيب القائد على القوات المسلحة يبحث مع الرئيس عبد العزيز بوتفريقة رئيس الجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية شقيقة سبو لدعمه وتطوير علاقة التعاون الوطيدة بين دولة الإمارات والجزائر في مختلف المجالات تحقيقا للمصالع مشتركة بين البلدين وشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبار رئيس الجزائر في قصر الشعب العاصمة الجزائري أمس وليعد أبوظبي والوفد المرافق الذي يزول الجزائر حاليا وقيمة سمو ومراسم استقبار رسمية في قصر أشد أيضا افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايدان نيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس من الجلس التنفيذ لإمارة أبوظبي أمس وعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي للطيران الخاص في مطار البطين التابع لشركة أبوظبي للمطارات وقام سموه بجولة بجولة الطالة أقيلة لها على عدد من الطائرات المعروضة متعرفا على تقنياتها وانتفقد عن أجل حد شركات العظة في الحدث الذي يختتم يختتم عفوان أعماله غدا وترتفع قيمة السوقات المبرمة على هامش المعرض بنحو ضعفي ما تم تعقيقها العام الماضي لتبلغ مليارات درهم بحسب توقعات يوسف الحماد رئيس الأجنة المنظمة للحدث ويتوقع أن يستقطب الحدث الذي تتجاوز قيمة الطائرات المعروضة فيه نحو ثلاثة مليارات درهم أي ما يعادل مليار دولار خمس تاشل عشرين ألف زائر مقارنة من نحو عشرة آلاف سبعمائة زائر العام الماضي ويشكل معرض أبوظبي للطائرات الخاص فرصة لتقاء أهم ممثل قطاع الطائرات العام والمعنيين به في دول منطقة وذلك في ظل النمو الملحوظ الذي يشهد هذا القطاع في الشرق الأوسط عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا يا زكري أيضا هنا أكد خميس سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس تائرة شهون الضواحي والقرى في الشرق أنه وفقا لتوجيهات صعب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعوض المجلس لعلادتعاد حاكم إمارة شارقة فمن المقرر إنشاء خمس تاشر مجلس ضاحية في الإمارة تبلغ تكنفاتها الإجمالية ممي واثنى عشر مليون درهم بواقع سبعة ملايين ونصف المليون درهم لكل مجلس من التأثيث فيما بعد تأثيث عفوا فيما من المتظر قريبا افتتاع مجلس ضاحية مغيدر الذي تم الانتعام وتسلمه وتأثيثه في حين سيتم خلال نحو شهر ونصف الشهر تسلم مجلسي النوف والموافج إلى جانب شاء مجلس ضاحية في منطقة لزيرة فيما بين منطقتين الخان واللي وأوضع أن كل مجلس ضاحية يتكون منصارة استقبال ومجلسين داخليين يمينا ويسارا وقاعة كبيرة في المنتصف تستوع ما بين 200 إلى 300 شخص إضافة إلى مكتب لرئيس وعضاء المجلس وأربعة مكاتب للموظفين فضلا عن دولة المياه ومطبخ ومخزن وغيرها وشاشات عرض تلفزيونية كبيرة وحديثة مشيرا إلى أن اختيار مواقع مجلس الضواحي خضع لرؤية صاحب السم وحاكم الشارقة حيث جاء معظمها على الشارع العام وعلى زوايا بارزة في الميادين لتكون قريبة مناطق عدة ومن ذلك مجلس ضاحية النوفة الذي يقابل من جهة منطقة القرائم ومن الجهة الأخرى منطقة الجرينة وأوضح أنه تم اعتماد فكرة مجالس الضواحي لتعزيز أواصل التنابط الاجتماعي بين أفراد الحيم خلال التقاء أهالي الضاحية بعضهم مع بعض وتعزيز التقارب فيما بينهم وناقشة مشكلاتهم ورصد ومتابعة احتياجات أهالي كل ضاحية تقام فيها وإبلاغ الدائرة بها لاتخاذ ما يلزم من شأنه والتنسيق مع الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة وتوفير بيئة آمنة في الإمارة وتوعية الأفراد بمخاطر الإحرافات الاجتماعية والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة أيضا انتهت بلدية العين من إزالة الكتابة العشوائية على الجدران من عشر موقعا في المدينة خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 من حملة إزالة الكتابات العشوائية على الجدران أفاد مدير إدارة المدارس التخصصية في وزارة التربية والتعليم محمد بن عيسى الخبيري بأن 5000 طالب وطالبة على قوام الانتظار في رياضة الأطفال الحكومية في دبي والإمارات الشمالية مؤكدا وضع الوزارة خطة لحل هذه الأزمة بنهاية العام 2016 تكفل استيعاب العداد المتزايدة من الطلاب وأوضح الخبيري للإمارات اليوم أن وزارة التربية اجتمعت أخيرا مع إدارة المناطق التعليمية وإدارة الأمنية التعليمية في الوزارة بهدف الوقوع أو الوقوف عفوان على الحاجة الفعلية لرياض الأطفال أو لرياض أطفال جديدة تمهيدا للبدء في أعمال إنشاءات العام المقبل إن شاء الله أيضا أوصى المجلس الوطني الاتحادي أمس برفع قيمة المناح السكنية التي يحصل عليها المواطنون من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم في برنامج زيد الإسكان نظرا إلى ارتفاع سعار مواد تكاليف البناء والتعديد ساق زمني في تقديم الطلبات حتى الموافق عليها واستفاء الشروط أيضا تحقق الجهات المختصة في إحدى إمارات الدولة حاليا مع لعب كرة قدم ينتمي إلى أحد أندي الدولي درجة الأولى في قضية اغتصاب طفل عمره 12 عاما بعد أن تقدمت أسرة ببلاغ إلى مركز أمني تتهم فيها اللاعب المعروف في الوسط الرياضي بهدك عرض الطفل في يناي الماضي ولم يتسنى الإمارة اليوم الحصول على مزيد من التفاصيل من الجهات المعنية التي رفضت تعليق على القضية وقال مصدر رفض ذكر أسمن الإمارة اليوم أنه من المنتظر أن تتمي حالة أوراق القضية إلى النيابة المختصة قريبا للنظر في العيحة الاتحاب وإجراء الكشف الطبي على الطفل أيضاً أصحاب شهادتين الأدادية والثانوية فضلوا العمل في الدوائر الحكومية أيضاً أجرى مستشفى برجيل في أبوظبي عشرة عمليات جراحية مجانية المرضى القلب تقلت جميعها بالنجاح ضمن مبادرة عنها المستشفى لإجراء مئة عملية مجانية لمرضى القلب في مطقة الشهر القوسط إكراماً لذكر المفهول لبيد الله يتعالى شيخ سيد من سلطان النهيان أيضاً ترخيص أبوظبي استجابة لمطالبات سائقين راغمين في تعديل أوضاعهم دراسة تمديد مهلة تصريح سائق خاص مئة درهم رسوم المقرر الحصول على الرخص مزاولة مهلة سائق خاص ويتم تجديدها سنوياً أيضاً نظم الدائرة الموارد البشرية بالشارقة مقابلات توظيف التعاون مع مؤسسة الشارقة الإعلام ومطار الشارقة ومركز شارقة الوثائق والبحوث بمشاركة 96 باحثة وباحثة عن عمل وبالغ عدد المرشحين لحضور مقابلات توظيف في مؤسسة الشارقة الإعلام 34 من الباحثين عن عمل من حمل تشاهدات البكاليروس في الاتصال لتشغيل وظيفة المساعد منتج منفذ لقناة شارقة من كالباك باستهدات مقابلات توظيف لمطار شارقة الدولي حملة شهادة دبلوم العالي تخصص تكنولوجيا الهندس المدنية ليشغل وظيفة مهندس مدني وحضرها 6 من الباحثين عن عمل أيضاً مواصفات السلع في الأسواق المحلية أمنة بـ 100% صحياً لجنة في الوطني تطلب توحيد الرقابة على مواصفات البضايع رئيس لجنة المرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي أحمد العماش دوائر محلية مثل البلديات تتحكم ببعض المواصفات المقاييس في ظل وجود هيئة تعادية معنية بالأمر أيضاً المدير عام هيئة المرافق المواصفات المقاييس بالإنابة المهندس محمد بدري الهيئة أصدرت 6500 مواصفة خلال العوام الأربع الماضية وتتابع تنفيذها وتطبيقها محلياً أيضاً حذرت إدارة الصحة العامة والبيئة بإدارة البلدي والتخطيط بعجمان أصحاب صهريج المياه والمقاولين من استخدام لياه الجوفية لأغراض البناء وفرضت غرام 10 ألف دلم على المخالفين أعلن ذلك على هام شطاقية حملة تفتيشية على المباني والمشاءات الجديدة لمراقبة مصادر المياه المستخدمة فيها لأغراض الباني وذلك ضمن استراتيجياتها في عماية البيئة والحفاظ على عناصرها خالية من التلوث ترجمة لخطط واستراتيجيات إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة وقال مدير الإدارة المهندس حميد عبدالله المعلى أن الدائرة أصدرت قراراً خاصاً بما نص عليه المرسوم الأمير الرقام 4 لسالة 2009 بشأن تنظيم حفر واستغلال أبار المياه الجوفية وذلك للحفاظ على ثروات الإمارة المائية وترشيد استخدامها وحضر استخدامها للأغراض التجارية والصناعية ايضاً متبرع يسدد كلفة علاجة 12 مريضاً في مستشفى راشد في ميزان حصلات إن شاء الله يا رب العالمين ايضاً دو تفتح ثلاثة مراكز مبيعات في مكاتب دناتع ايضاً فائدته تصل إلى 36% سنوياً ومتعاملون فوجئوا بتحويل أرصده دون موافقتهم مصرفيون كويك كاش يزيد أعباء حاملية بطاقات الإتمان رئيس الفروع والخدمات العالمية أو المالية عفواً شخصية في أتش أس بي سي مصطفى رمزي يقول جميع الفوائد على بطاقات الإتمان ثابتة وغير متناقصة ولا ننصح بتحويل النقد إلا عند الحاجة الشديدة ايضاً 780 شركة وعلامة تجارية وجناح إماراتي خاص في معرض القوارب البحرية محمد براشد إدبيل القوارب عنصر مهم يقولك في تطوير ملاحة والسياحة ايضاً رئيس وزراء فنلندا حث الشركات الإماراتية على الاستثمار في بلاده بمجالية التطوير والتعليم المنصور يدعو أوروبا إلى توقيع تفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ايضاً أعلنت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء لسيارات رينو كوليوس من موديلات عاميه 2012 و13 بالتنسيق مع شركة رينو الشرق الأوسط لفحص وصيارة لحام تعليق الذراء اليمنى السفلية نظر الاحتمالية تعرض اللحامات لشروق قد تؤدي للحراف السيارة إلى الجهة اليمنى عوذ بالله بورش على مستوى العالم خمسة الاف وخمسمائة سيارة على مستوى العالم كلي بس ليش قبل السيائير ما فيهنش ولا قبل ما حد يفحصن ما فيهنش السيائير قبل الا حيني حتى السيائير قام ان يمرضن شرع لوادم قبل ما فيهن السيائير ما فيهن التكنولوجيا كله واذا كان ما فيهنش ما حد الله بسمي ما فيهنش سمعنا ريش السيارة علا قبل ولا شيء كماشي طبعا هذا مثبت السرعة ثبت السرعة بريولة قبل كماشي أكد أن الإمارة لديها النضج الكافي لتحقيق أدافها على نحوه مستدعم. الشيباني يتوقع طرح شركة رئيسة في دبي الاكتتاب خلال عام. قال المدير العام لديوان صاحب سمه حاكم دبي الرئيس تفيد المؤسسة دبي لاستثمارات العكومية محمد وراهيم شيباني أن دبي تتوقع طرح شركة رئيسة واحدة على الأقل الاكتتاب العام في موعد مباكر ومع أواء العام المقبل لتحفيز الاستثمار وتعزيز دورها مركزا تجاريا. أضافة أن لدى دبي خطة للتعامل مع الديون التي تستحق في السنوات المقبلة. مستبعدا تكرار أزمة 2009 لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل. أيضا 82% نموما في الشركات المنظمة أو المنظمة عفواني لدبي الصناعية في 2012. تعمل بنسخة كاملة مع نظام AOS واستهلاك البطارية أكبر المشكلات. هنباع عن طلاق ساعة قبل الذكية العام الجاري والديم ساعة نتواصل بعد هذا الفاصل برمان.